اشتركوا في القناة حضراتكم عارفين احنا بنكون معاكم لمدة ساعتين على الهوى مباشرة والحقيقة دايما في برنامجنا وفي حلقاتنا بنحاول نغطي كل ما يدور من احداث حوالينا طبعا عشان حضراتكم تبقوا على دراية اكتر بكل ما يدور في مصر او خارج مصر مش هدينا في كل حلقة بنحب نؤكد على حضراتكم احنا لسه مستمرين في جائحة كورونا وده طبعا بيتطلب مننا ان احنا نلتزم باجراءاتنا الاحترازية لازم طبعا نرتدي الكمامة من خروجنا من البيت حتى رجوعنا يعني مش بس علشان يعني الحفاظ على نفسنا فقط ولكن علشان كمان قصرنا وعلشان كل اللي متعامل معهم في خلال اليوم كمان بنؤكد على حضراتكم انه لسه ما اخدش اللقاح يا ريت يقدم عليه ويعني ياخد اللقاح لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين وعارفين الاخبار انه ييجي وقت ما فيش اي حد يقدر يعني يخش مصلحة حكومية او مش يقدر يخش شغله الا لما يكون يعني يواخد اللقاح فيعني بنطلب من حضراتكم انه لسه ما قدمش على اللقاح يقدم وانزل ياخده وان شاء الله يعني تنتهي هذه الغم على خير رب ان شاء الله مشاهدينا النهاردة برضو هيكون معنا فقرة للصحافة بنناقش فيها المنشتات اليومية وبسعدنا في تحرير الخبر حيكون معنا الاستاذ خالد العيسوي الكاتب الصحفي مشاهدينا كمان الفقرة الاخيرة هنتكلم النهاردة عن العشوائيات طبعا حضراتكم عارفين الفترة اللي فاتت قد ايه يعني تم القضاء على نسبة كبيرة جدا من العشوائيات وطبعا يعني الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم جدا بهذا الملف وطبعا حضراتكم عارفين فيه مبادرة جميلة جدا اسمها حياة كريمة علشان يبقى كل المواطنين عيشين حياة ادمية كريمة فالنهاردة هنتكلم عن هذه الملف العشوائيات عامتا بيسعدنا ان هيكلم معنا في هذا الموضوع هيكون معنا الاستاذ عاطف امين رئيس التحالف المصري لتطوير العشوائيات مشاهدينا اسمحونا لطلع فاصل وبنرجع لبدأ أولى فقرات برنامجكم صباح ميه خليكم معنا